اشتركوا في القناة وفي هذا الأسبوع نناقش أبعاد الاضطرابات الأخيرة في إثيوبيا بين مسلمي إثيوبيا والحكومة الإثيوبية واتهام الأخيرة بالتدخل في شؤون المسلمين وزرع الفتنة بينهم لأغراض سياسية ونستضيف للحديث عن هذه القضية مؤسس الرابطة مسلمي إثيوبيا في أوروبا مختار محمد جمال سيد مختار نرحب بك في هذه الحلقة من قضية وحوار في البداية هل مسلمو إثيوبيا فعلا كما تقول الإحصائيات أنهم أقلية نسبتهم 30% مقارنة بنسبة السكان أولا أود أن أشكر قانة الحوار لمنح لنا هذه الفرصة الأول من نوعها وفرصة تاريخية حتى نتواصل مع إخوتنا المسلمين في كل مكان بعد قطيعة لقرون حتى كاد الجيل الجديد من المسلمين لا يعرف أن حبشة شيئا ولا يعرف أنها البقعة الثانية في هذا الأرض يدخلها الإسلام بعد مكة وكاد لا يعرف أن ملكها الحبشة العادل الناصر الإسلام والمسلمين الذي أرسل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة المسلمين من الصحابة في تلك الأيام وما أدراك ما تلك الأيام يا أخي الأيام التي داقت الأرض برسول الله وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضيها الله عنهم من التعذيب والضيق والاتحاد ثم أرسلهم إلى الملك الحبشة الأسهم النجاشي وكاد كثير من المسلمين لا يعرفون هذا وحقيقة وهذه فرصة للتعريف بوضع المسلمين في إثيوبيا بداية كما سألتك هل الإحصائيات تقول بأن 60% من سكان إثيوبيا هم من النصارى و30% من المسلمين هل هذه الإحصائيات دقيقة؟ هذه الإحصائيات ليست دقيقة والإحصائيات العالمية كلها تشير أن المسلمين الأغلبية وأما الإحصائيات الآخرة التي تقول والدولة أنها تقول المسلمين 33% ولكن الحقيقة غير ذلك ما هي الحقيقة؟ الحقيقة المسلم الأكثرية ما الذي يؤكد هذا الكلام؟ الإحصائيات الماضية كلها تشير على هذا وهت الحصائيات الغربية تشير على هذا وعلى العقل المسلمون النصف بدون شكهم أكثرية هل حكومة النظام السياسي في إثيوبيا نظام مبني على أساس ديني يعطي الأغلبية لدين دون آخر؟ هل هناك تمييز يعني باختصار ووضوح هل هناك تمييز ضد المسلمين في إثيوبيا؟ وإذا تكلمنا عن إثيوبيا الإثيوبيا كما تعرفي أخي حمشت لقرون طويلة المسلمون كانوا يعانون من الاتحاد والتمييز منذ سنوات كثيرة ولكن إذا تكلمنا عن النظام الحالي وإندما دخل هذا النظام بعد النظام الاستبداد الدكتاتوري المنقستو وهناك كانت الحامش الحريات للجميع والمسلمون كان عندهم نشاط الدينية ولكن بعد ذلك تقريبا في 1997 بدأت المضايقة والتحميش المسلمين لماذا بدأت في ذلك التاريخ؟ ما هي الدوافع وراء التهميش المسلمين والتضييق عليهم؟ هذا السؤال وجه المسلمون كما قلت لك إذا تكلمنا عن الحبشة فلا بد أن نمر ولو مرور الكرام عن تاريخهم وهناك تاريخ قبل قرن 18 وهذا القرن حدث فلا حرج المسلمون كانوا يواجهون كل الأنواع التمييز والإبادة حتى الدينية وبعد ذلك هنا كانت الحملة التنصيرية العالمية وكذلك القوات الخارجية التي تعاملت مع نسمى تيدروس ويوهنس وميليليك وهي لسلاسة ومتحالفة مع هؤلاء كانت تتحد المسلمين في الداخل وإندما جاءت هذه الحكومة الدستور البلد كان يضمن الحرية للجميع للمسلم وغير المسلم والمسلمون عندما وجدوا هذه الفرصة بدعوا نشاطتهم الدينية والتعليمية وكذلك الحياة العادية فيما يبدو الحملة الخارجية والسليبية التي تتخوف دائما من نشاط المسلمين تواصلت مع الدولة وربما أشارت إليهم أن يقلسوا من هذا النشاط الكبير لأن الشباب كانوا لهم نشاط كبير جدا من مجال الدين والتعليم والمجالات الأخرى وفي 1997 حدثت مشكلة عادية في مسجد المركز مسجد الأنوار ولكن دخمت المشكلة حتى مسجد المركزي في مدينة أديس أبابا في العاصمة في المركز الأديس أبابا الذي يحضره أكثر من عشرة ألاف المصلي كل يوم في صلاة الجمعة وهو مسجد الكبير الدخم في أديس أبابا عند هذه المشكلة الدولة استطاعت أن تتخلص من نشاط المسلمي الإتيوبية كثير من الصحف أغلقت وكثير من العلماء شردوا وخرجوا من البلد وكثير من الشباب حبسوا وهناك من مات كذلك منذ هذه الفترة المسلمون أصبحوا تحت المراقبة كل نشاطاتهم وكذلك بدأت الدولة تصنف المسلمين الصوفية والوهبية والوهبية الآن أصبح مرادف للإرهاب واحد إذا التهم بالوهبية كأنه لكن هل فعلا هناك تقدير لاتجاهات الإسلام في أثيوبيا تجاهات المسلمين في أثيوبيا معلومات تشير بأن نسبة كبيرة من المسلمين في إثيوبيا يتبعون الاتجاهات الصوفية هل هذا دقيق أيضا مرة أخرى؟ في إثيوبيا لم يكن بهذه التصنيف كالصوفية الإثيوبيا جميعهم يتبعون مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه يتصفون كذلك هناك من يصفهم بالصوفية في سنوات الماضية عندما كانت الإثيوبيا لم يفتح لها أي باب لتتواصل مع العالم الخارجي وهناك المشاكل العقدية كثير من الناس حتى أصبحوا يعبدون الأدرحة وما شبح عندما قلت لك عندما دخلت هذه الدولة النظام الحالي ووجد المسلمون الحرية بدعوا النشاط الديني وحتى التصحيح العقيدة إلى عقيدة الصحيحة وإنذن الناس بدعوا يعني يسحيحون عقيدتهم ولم يكن هناك تنصيف وهبي وسوفي بعد ذلك هل أخذ الإسلام اتجاه سلفيا أفهم؟ ليس بهذه المعنى كما قلت لك المسلم الإثيوبيا عندهم الطبع الصوفية لأن البداية كانت من مذهب إمام الشافعي لكن ليس باسم الصوفية نحن في إثيوبيا نعرف المذهب إمام الشافعي لم يصف بالصوفية الاتهامات التي تلقى دائما ارتباطات بعض المسلمين بالتيارات المتشددة وحتى القاعدة هل للقاعدة وجود بين مسلمي إثيوبيا؟ هذا أبدا أبدا لا يوجد للقاعدة في مسلم إثيوبيا مسلم إثيوبيا أكثر الناس يحبون الأمان والسلام وهذه الارتباطات التي تحكى هي ليس لها الوجود في إثيوبيا والمسلم إثيوبيا عامة المسلمون الوسطيون ممكن يسفون بهذه الصفة الوسطيين ولكن المشكلة عندما بدأ الناس كثر الرواد المساجد والنشاط الديني الدولة بدأت تصنف الإسلام القديم وإسلام الحديث وإسلام القديم الجيد للسامع المطيع وإسلام الحديث الذي يطالب بالحرية المزيد من الحرية وهذا الذي يصنف بالصلفية والوحفية على موقع الجزيرة نيت رئيس جمعية الأعمال الخيري الأثيوبية يقول أن مسلمي إثيوبيا بين أنياب ثلاثة تدخلوا الحكومة في شؤونهم الدينية وتعاونها مع جماعة الأحباش ودفاعوا المجلس الأعلى الإسلامي الإثيوبي عنها ما رأيك في هذا الكلام؟ صحيح هذا يرجعنا لنتحدث المشكلة الحالية الموجودة وهي مشكلة أميقة حقيقة كما قلت لك المسلم إثيوبيا كانوا يعانون من الاتحاد والتمييز خاصة لا يسمح لهم أن يكون لهم مكان في الحكم في 1997 عندما حدث هذه المشكلة والمسلمون رضوا بهذا القدر وبدعوا فقط يتجهون إلى النشاط الديني وفي المساجد والدعوة ثم بدعوا يطالبون وحتى المشكلة 1997 بدأت لأنهم طالبوا أن يكون المجلس الأعلى ملكا للمسلمين ويختارون من يمثلهم وهذه لم تحل من يمثل إذن المجلس الأعلى للمسلمين؟ والله رجال تقول بأنه لا يمثل المسلمين؟ تعينهم للدولة هل هذا بقرار رسمي يعني من الحكومة؟ هم يستعملون على شكل الانتخابات ولكن كل من تريده الحكومة يكونون في المجلس الأعلى وما عندهم أي تواصل مع المسلمين وهنا هذه المشكلة الأخيرة بدأت في الكلية الأولية والكلية الأولية يا أخي هي كلية واحدة لأربعين وأكثر أربعين مليون مسلم في إتيوبيا يملكون الكلية واحدة تسمى كلية الأولية وفي الأخير يعني هل هذه مدرسة تعليمية عالية؟ مدرسة تعليمية هي مدرسة تعليمية عالية مستوى الجامعي ليس بمستوى الجامعي مستوى المتوسط مستوى المتوسط وهي المدرسة الوحيدة التي يدرس فيها دراسة الإسلامية واللغة العربية والمشكلة بدأت أصلاً هم أرادوا أن يحطوا الدراسة الإسلامية واللغة العربية من المنهج وكذلك صرحوا جميع المعلمين والعمال لأنهم لا يتوافقون مع المجلس الأعلى الذي وضعته الحكومة الحالية التي لا عندهم اتسالا جيدا مع الشعب المسلم الإتيوبي وفي مدرسة الأولية عندما حدثت هذه الطلاب طلبوا منهم أولا أن يسمحوا لهم حتى يكملوا دراستهم حتى إذا أرادوا أن يقفلوا ويوقفوا الأولية طلبوا منهم أن يسمعوا لهم لكن قال لهم أحد من الذين يعملون في مجلس الأعلى ولو بقي لكم يوما واحد لن نسمح لكم يعني الحكومة والمجلس الأعلى أمعنا في وقوفه للحكومة الحكومة مع أغلاق هذه الكلية أصلا هذه الكلية لم تكن تحت مجلس الأعلى كانت تحت الشعب المسلم يعني جمعية الأعمال الخيرية الأثيوبية وأنقل عنها هنا تتهم الحكومة الأثيوبية بأنها تشجع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي تتبع لجماعة الأشباح الأحباش وتروج أفكارها هل هذا صحيح؟ هذا صحيح والمشكلة بدأ من هنا الحكومة عندما تخوفت من هذا النشاط المسلم أراد أن تحد من هذا النشاط وهناك كما عندنا الصور والإثباتات هناك بروفيسور هاقاي هو رجل يهودي وسهني من سهائنا هو الذي أشار أن يأتي بالجماعة الأحباش هو أصله من عبد الله الحراري هو من الحبشة كما يقال سموه على هذا الأصل ولكن 90% من جماعة الأحباش من لبنان ليس من الحبشة أو إثيوبيا والدولة جاءت بالأحباش في إثيوبيا وأحباش بدأوا يستولون على كل مؤسسات الإسلامية كالجوامع والمضارس كيف يستولون عليه؟ جيد بدأوا أن يدربون الأئمة على عقيدته التي نحن نتعبرها عقيدة أخيقة ضالة وغريبة جدا لمسلمي الإثيوبيا وكانوا يلزمون ويجبرون الأئمة المصاجد إذا لم يتعلموا هذه العقيدة وإذا لم يدعوا إليها سوف يصرحون من المصاجد هذا يعني كان يتم بعلم الحكومة الإثيوبيا وبعلم المجلس الأعلى لمسلمي إثيوبيا وهم استولوا على مجلس الأعلى من المسلمين إثيوبيا وبعلم المجلس العالم لمسلمي إثيوبيا وبالدعم الحكومة وهناك الإثباتات يعني المجلس الأعلى للمسلمي إثيوبيا الآن أكثر من أحباش أكثر من جمعية المشاريع الخيرية والتي نحن نسميها الأحباش هل هؤلاء دخلوا هكذا بموافقة حكومية دون أن يكون لمسلمي إثيوبيا بالشكل العام بل بدعوة الحكومية كلمة بذلك رضا بذلك قبول بهذا الأمر لا في مسلمي إثيوبيا ليس لهم قبول الأحباش كالأحباش كانوا موجودين في أدسابة ولهم المشاريع ولا أحد تدخل لأن في إثيوبيا في الدستور هناك الحريات المعتقدات كل يعبد ويعتقد كما يشاء ولا أحد يتدخل في الآخر وكانوا موجودين بقلة ولكن الاتجاهات التي نعتبرها هي ضالة هي تتماشى مع الأفكار الغير مسلمة طيب عندما قلت بأنهم كانوا يجبرون الأئمة على أن يدعوا بأفكارهم هل للمجلس الأعلى لمسلمي إثيوبيا سلطة في تعيين الأئمة وتوجيههم بأفكار محددة؟ لأنهم هم الذين يدفعون الرواتب ومن هنا يعني المجلس الأعلى هو يدفع رواتب الأئمة ومن هنا استمدوا السلطة وهم أولا غيروا العمال الذين يعملون في المجلس الأعلى ومن هناك بدأوا يستولون كل شيء كثير من المساجد ووقفوا النشاط الموجود للشباب وكذلك المشكلة بدأت من هناك عندما أرادوا أن يستولوا على كلية الأولية هي لم تكن تابعة لمجلس الأعلى لأن مجلس الأعلى هناك قطيع بينه وبين الشعب المسلم الإثيوبي أصلا هناك الجهة الخيرية خارجية كانت تدعم هذه الكلية وهي الكلية الوحيدة كما أخبرتك وعندما أرادوا أن يستولوا على هذه الكلية ويفرضوا منهجهم هنا إذن الشباب تنبه ثم ذهب إلى الدعاة والعلماء ودعاهم أن يبحثوا حل بينه وبين المجلس الأعلى للمسلمين مع دعفهم ومع رضاه ولكن دعوة للحوار دعوة للحوار هل وافق المجلس الأعلى لذلك الحوار؟ والذي حصل المطالب كانت كثيرة حقيقة والمسلم إثيوبيا كما قلت لك لا يملكون شيئا وهناك البنك الزمزم التي كان كثير من المسلمين حقيقة يتوقعون منها خير حتى تصلف للفقراء حتى يعملون حتى هذه وقفتها الحكومة بشكل مفاجئ والمطالب كانت كثيرة عندما ذهبوا للعلماء والضعات حتى يبحث لهم الحل بين الحكومة ومجلس الأعلى والمطالب العامة للمسلمين العلماء عندما جلسوا فقد اختاروا منها ثلاثة مطالب البسيطة الإنسانية يدمنها الدستور والمطلب الأول ألا تتذكل الحكومة في شؤون الدين كما هو في الدستور وكما هي دائما تقول والمطالب الثاني حتى يتركوا الكلية الأولية الوحيدة للمسلمين كما كان هو في الزمان والمطلب الثالث الموجودين الآن في مجلس الأعلى لشؤون مسلمي إثيوبيا انتهت سلاحياتهم كان الاختيار لخمس سنوات الآن أكثر من سبع سنوات وطالب منهم حسب القانون هؤلاء ليسوا قانونيين إذن هم أرادوا أن يجرى كما هو في دستور انتخابات الجديدة ولا يتتقل الدولة حتى يكون الانتخاب هو نزيح المسلمون فليختاروا من يمثلهم ويقودهم إلى بر الأمام والرد هو الذي الآن تسمعون به الاتهام بالإرهابيين والآن زجوا بهم القادة من الشباب والعلماء الذي اختارهم المسلمون في يوم واحد كان هناك أكثر من نصف مليون المسلم متظاهر وقع عليه واختارهم حتى يبحثون الحل وقالوا هؤلاء إقادتنا الآن هم في السجن وقالوا أنتم غير القانونيين ولا بد أن تتقل هل تمت انتخابات حتى أفهم تمت انتخابات لمجلس مسلمي أوروبا ومن تم انتخاب المجلس الأعلى لمسلمي أثيوبيا هل تم انتخابهم من قبل مسلمي أثيوبيا وبعد ذلك لم تتم المصادقة على ذلك الانتخاب واعتقلوا أم أنتم رشحتم أناس واعتقلوا ليس بطريقة ليس بطريقة الانتخابات هؤلاء اختيروا حتى يبحثوا الحل أصلا المجلس الأعلى يعني لم تجرى انتخابات لم تجرى انتخابات والذين موجودين في مجلس الأعلى ليسوا قانوني حسب القانون وانتحت صلاحياتهم طبعا المطالب الأساسية للمظاهرات التي اندلعت أيضا في شهر الماضي وقبل أيضا كمانة ثمانية أشهر مازالت هذه المظاهرات توتر الأوضاع بين المسلميين في أثيوبيا والحكومة الإثيوبية هل هناك مجال للحوار بين الحكومة وبين المسلميين إثيوبيا؟ والمسلميون الإثيوبيا مطالبهم هي مطالب الحقوقية والإنسانية ومطالب عادلة لا يمكن أن يتراجعوا عنها وهم لا يطالبون شيء من الحكومة بعد الناس يظن المظاهرات الموجودة هي الثورة كالثورة التي تحدث في أماكن الأخرى وهي بعيدة وهم لم يطالبوا أصلا بأي حق الحقوق التي لم يمنحوها هي كثيرة ما طالبوا عنه أن يختاروا من يمثلهم في مجلس العالى وتترك لهم مجلس العالى أن تكون لمسلمي الإثيوبيا والمطالبة الثانية الكلية الأولية أن تكون للمسلمين والثالث الدولة أن ترفع يدها من دعم الأحباش وفرض عقيدة الأحباش واتجاهتهم على مصلم إثيوبيا ولكن الحكومة دائما تنفي بأنها تدعم الأحباش ولكنها بالوقت نفسه تؤكد منعها للتشدد الإسلامي وأن يفرض هذا التشدد رأيه على الحكومة وصولا إلى تغيير الحكومة الإثيوبية هذا النفي حقيقة ينافي في ما يحدث في أرض الواقع والذي يحدث في أرض الواقع أنها تدعم وتدعو الناس حتى يتبعوا وهي تسنف وتقول هؤلاء السوفيين الدين الجميل القديم الصحيح ينبغي أن يتبعه والآخر تسنفهم على أنهم الوهبيين والسلفيين وإرهابيين الآن بهذه التحمة كثير من المسلمين يعتقلون والمطالب المسلمين من الدولة هي مطالب حقيقة هي مطالب كما قلت لك بسيطة وعلاقات بين المسلمين والدولة كانت جيدة إلى هذه الفترة ولكن هل يمكن فعلا فيما تقول الحكومة الإثيوبية بأن المظاهرات الأخيرة كانت كان فيها تدخل من القاعدة ما في تدخل من القاعدة ولا هي لا يمكن أن تدعي ذلك إنما هي تقول هناك مطالب سياسية هي لم تقل بصراحة وراءها القاعدة ولا يمكن أن تقول ذلك وهي تعرف أن المسلمين الإثيوبيا أبعد ما يكونون من هذه الأمور ولو أرادوا لهذا كما قلت لك الصومال جارنا يعني لا حدث أشياء كثير ولكن المسلمين الإثيوبيا دائما ينشدون السلام لا يريدون إلا السلام والهكومة تعرف جيدا أنهم لا يلجأون إلى الأنف أبدا ومما يؤكد هذا لأكثر من ثمانية شهور من التظاهر بأعداد كثيرة يقارب مليون أو أكثر لم يحدث حتى اليوم أن كسروا حتى سيارة واحدة طيب أنتم تأخذون على جماعة الأحباش بأنها أثارت بتدخلها في المساجد حفظاتكم ما هو المأخذ الأكبر الذي تأخذونه عليها؟ المأخذ الأكبر هو هي تفرد عقيدتها واتجاهتها على المسلمي الإثيوبيا وهذه الاتجاهة أباؤنا من قديم وإنما كانوا في أيام ضعف لم يقف معهم أحد حربوا هذا حتى خرج عبدالله حراري من البلد ولا يمكن هذه الأيام ويأتوا بهذه العقيدة ويفردوا على الناس بدون رضاهم ولهذا كل المسلمين لأول مرة مسلموا إتيوبيا في الخارج كيف يعني يفردوا دون رضاهم؟ كيف يفردون عليهم أراءهم وأفكارهم دون رضاهم؟ أنت عندما واحد يقول للإمام المسجد لا يمكن أن تدعو إلا بشكل كذا على عقيدتهم واتجاهتهم ويمنع الدعات الآخرين ويحبث العلماء وكذلك يستولون على كل المؤسسات المسلمين هذه هي تعتبر الفرد العقيدة والاتجاهات بقوة وبالدعم الدولة وهناك الحقائق والإثباتات تعرفها الدولة هل انقطع حبل الحوار والتواصل بينكم وبين الحكومة الإثيوبية ولم يعد إلا للتظاهر شكلا من أشكال التعبير عن مطالبكم؟ أصلا المسلمون عندما بدعوا بدعوا فقط لحالة هذه المشكلة ولم يكن هناك أي حبل للحوار من البداية الدولة حتى الآن ترفض وهي تقبل أن هناك مشكلة ولهذا هي حلت مجلس الأعلى حلت عندما خرج المسلمون وطالبوا حلته بدون أن تعين مجلسا أو تدعو الانتخابات مجلس بدي هي تدعو للانتخابات لكن بطريق الذي لم يرضاه المسلمون أجمعين وهي تقول الانتخابات سيكون بالكونسلات بالمجالس البلدية والمسلمون يقولون هذه عقيدتنا وديننا ونحن الذي لا بد أن يكون في المساجد وهم يقولون أن يكون في المساجد وممكن من الدولة من شاء يأتي ليراقب ما في مشكلة ولكن إذا كان هناك ويفرد علينا أبو عني هذه قضية إجرائية يمكن التفاوض بشأنها وحلها إذا ضمنتم أن تكون الانتخابات حتى التي تجرى في المجالس البلدية نزيهة وتحت إشرافكم أيضا والدولة هي لم تفتح الباب للحوار والمشكلة هناك قطيعة بين من اختارهم المسلمون من الدعاة والعلماء وهم خيرة الشباب المسلمين والعلماء والدولة والدولة هي ما تريد أن تحاول وهي تعتبر كل هؤلاء ومطالب هؤلاء هي مطالب غير شرعية ختاما المسلمون والعرب الذين بدأت بالقول بأن الحبشة وأهل الحبشة وملك الحبشة كان أول من استقبلهم عندما لفظتهم بلدهم الأصلية كيف ينظرون لقضية مسلمي إثيوبيا وما الذي ترجونه وتطلبونه منهم كما قلت لك في البداية أنت رجعتني إلى السؤال ولكن هناك السلام حقيقة أنا لم أسلم على الإخوان المسلمين من المسلم المجروح الإثيوبي هناك رسالة السلام والحب والعتاب والرسالة للسلام والحب هو المعروف السلام من المسلم إلى أخيه المسلم ولكن رسالة العتاب نحن المسلمي إثيوبيا حقيقة نعاتب إخواننا أجمعين لأنهم تقلوا أننا وتركونا في غياه بالظلم والاعتهاد والفقر والجهل عندما كانت الحملات الصليبية وهي أكثر من 1800 منظمة الخارجية والداخلية تعمل في هذا المجال حيث لا يوجد المنظمة لا توجد منظمة الإسلامية حتى واحدة وكانت من قبل كما قلت لك عندما كانت حوامش الحرية بدأت تنشط وكان هناك ثلاثة منظمات كهيئة الإغاثة وإسلامي الرليف ولجنة المسلم إفريقيا لكن الآن لا يوجد لأي منظمة هناك وحقيقة كما قلت لك أقول لك ما قاله أحد العلماء عندما سئل المسلمون عندما طهدوا من زمان جاءوا عندنا واستديفناهم لماذا ترخونا عندما كنا في المحن لك أكمل لك هذه وقال هذا العالم قال عندما كانوا في ديق وفي دراء جاءونا عندما كانوا في سراء وسعة نسونا قال سنخاسمهم ويخاسمهم رسول الله والنجاشي أمام الله هذه الكلام لا بد أن يخشى عنها على كل هذا العتاب أيضا يجب أن يكون مشفوعا بدعوة منكم جادة وحقيقية لكل المسلمين والعرب لكي يكونوا معكم ولكي تعرفوهم بقضيتكم ولكي تصل رسالتكم إليهم مختار محمد جمال مؤسس رابطة مسلمي إثيوبيا في أوروبا شكرا جزيلا لك بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة وقام قضية وحوار أترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر